مرحبا أنا ماجي ظاهر من لبنان مخرجة وممسلة مسرح بداية أكي بدي أشكر جريدة أش وواقع واستاذ أسامة لليوم استضفني وأخصني بهذه المقابلة تنمر تنمر معناته يعني الاستهزئ بالآخر يعني بمعناته أنه نقول للفرد قصص بشع عنه نقول له كلام بشع نستهزئ فيه بشكل لونه دينه عرقه أو كمان من خلال المدرسة لأنه يمكن هو ما يكون شاطر هيد الظاهرة للأسف صارت متشعبة بينتنا وخاصة على سوشال ميديا تواصل اجتماعي ليش عم بحكي عن هيدا الظاهرة بالذات لأنه فعلا هي خطيرة وفعلا للأسف بدول العربية ما بيعرفوا خطورتها وكمان يعني ما كتير بيسلطوا ضوء عليها لهيك لازم نحكي عن هيد الظاهرة أدى شي هي خطيرة أدى شي هي ممكن تسبب من أمراض نفسية وأحيانا للأسف الانتحار أكيد مثلي مثل كتار أشخاص بالحياة تعرضوا للتنمر وأنا كمان تعرضت للتنمر بسبب أنه أنا كنت مش شاطرة كان عندي صعوبة الكتابة والقراءة أي تعرف بالدسليكسيا كنت وجهة صعوبة بالقراءة والتأطأ بالحكي لها كنت تعرض للتنمر من رفقاتي وكمان لأساتذي بس ولكن أكيد أنا خطيت هذه المرحلة وتخرجت وقررت أني أعمل فين بيحكي عن التنمر اسمه قصة كتار تيكون فيكن تقولوا رسالة للأشخاص يلي عم بيمرقوا بهذه التجربة أنه نحن فينا تخطى هيدا الشي ومش غلط أن يكون في عنا سند إذا الأهل ما عرفوا يتعاملوا مع هيدا الموضوع وبيدوري لازم ما أنسى أبدا أني أشكر شخص دعمني وقف حدي تأتخطى هيدا الموضوع بدي أقولوا أنه ميرسي على كل شيء قدام ليه وعم بيساعدني فيه وقد ما جرب أني صير مثله بدك تيتها أتمتال فيه قبل ما توصل لتنامور عبر السوشيال ميديا قدرنا أنه نحد مننا قبل السوشيال ميديا قدرنا أن نواعي ولادنا يعني الأهل اللي واعي ولادهم أنه في الحياة فيه أشخاص كثير مختلفين ويجب أن نتقبلون أختلافهم لأن الأشخاص يلي يتابعونا ويحضروا هذا الفيديو وحبوا حالكم مثل ما أنتم لأنه كيف ما كنتوا حلوين سلام اشترك الآن في قناة أشواقع تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواقع تيفي شريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة